وأهل الحجاز كانوا على دين أبيهم إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وهو في الحقيقة هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان على الحنيفية على التوحيد الخالص لله عز وجل ثم إنه دب إليهم الشر مع طول المدة وفشل جهل فيهم واندرست آثار الرسالات فعبدوا الأوثان بسبب طاغية يقال له عمر بن لحي الفزاعي كان ملكا عليهم ثم إنه حبب إليه إبادة الأوثان فألزم الناس بها وجلب الأوثان إلى أرض الحجاز انتشرت في أرض الحجاز وما حوله انتشاراً فضيعاً حتى إنها صارت في كل بيت من بيوت مكة وصار على الكعبة المشرفة ثلاثمائة وستون صنماً وعلى الصفا والمروة إساف ونائلة وهبل وحول مكة هلات والعزة ومنات وذو الخلصة أصنام منتشرة ولم يبقى على دين إبراهيم عليه السلام إلا نجر يسير مثل ورقة بالنوفل إلا تحلي كامل ومن ثمية وعثم لحظة